يسعد أوقاتكم مشاهدي الإخبارية السورية نحن اليوم عم نرصد مثل كل يوم فعاليات معرض دمشق الدولي المستمر لمدة 9 أيام نحن الآن موجودين بمسرح الطفل هالمسرح يلي رجع ألقه ورجع فعالياته بعودة معرض دمشق الدولي والإخبال عليه من الكبير والصغير هلأ عم نتابع مسرحية للأطفال يلي أكيد بترمز كتير لرسائل في رسائل توعوية وأيضا تثقيفية للطفل لحتى نتعرف أكثر على نشاطات المسرح اليوم رح نرحب بمدام سمر جرع مديرة مسرح الطفل يسعد أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم بمسرح الطفل خبريننا اليوم بمسرح الطفل أديش بالفعل بيحمل رسائل توعوية وتثقيفية للطفل أكيد نحن بانتقاد على العروض راعينا كتير موضوع أنه يكون بتحمل رسائل وبتحمل قيم نبيلة نحن نعلمها للطفل وكمان مش هننساهم ببناء شخصيته وببناء القوة عنده لحتى يكسر الحاشف بينه وبين خشبات المسرح يعني اليوم رجع مسرح الطفل مع عودة معرض دمشق الدولي اللي بيمتاز بعدد فعاليات اليوم شو الفعاليات اللي عم تقدموها بالإضافة للعروض المسرحية العروض المسرحية إضافة عروض غنائية غناء إفرادي في العبطال ذا فيسكان ومعنا إضافة كمان لعروض خفة وسحر مسابقات في جوائز في كمان فلو كلور شعبي في قرال في من كافة الأنواع للفرون لأنه مثل ما بتعرفي في شريحة شريحة الأطفال في مرحلتين للأطفال مرحلة صغيرة ومرحلة كبيرة فنحنا بدنا الخاطة بالمرحلتين أشياء صغيرة يعني أشياء منقدمها للأطفال الصغار اللي بالمرحلة الأولى وإشياء منقدمها للأطفال بالمرحلة التانية يمكن الأطفال الصغار أكتر شي من مصطفي هي الرسومات على الوجوه أكيد الرسومات على الوجوه كمان فيه التوزيع لأيلون مأكولات مجانة لكافة الأطفال الموجودين معنا بشكل مجاني بسكويت شيبس أكلات طيبة هذا إضافة للجوائز هاي الجوائز بتكون بناء على أجوبة صحيحة من المسابقات بنطرح عليهم ومتل مشايفة التفاعل المسرحيات بتكون تفاعلية بينن وبين الحضور بينن وبين المقدام لحتى نقوي عنده ثقافة التفاعل مع خشبة المسرح نعم نبنا نقلكك شكراً كثير لألك والله يعطيكم العب الله يعافي قلبكم أهلاً وسهلاً فيكم نورت ومسرح التفاعل كمان في بعض الشخصيات الكرتونية المحببة عند الأطفال اليوم المشاركة بمسرح الطفل تفضلي خلاني تعرف على أهم الفعاليات اللي عم تقدموها نقرب لهون لو سمحتي مرحبا هلا اليوم قداش الشخصيات الكرتونية هي بالفعل محببة للطفل وبنفس الوقت فيكم تواصلوا رسائل منها ترفيهية ومنها ثقافية للطفل عبر الشخصيات الكرتونية ايه أكيد هلا هي شخصيات الكرتونية الطفل لما بيشوفها على الواقع بيمبهر وكتير بيكون فرحان ومبسوط إنه هو شايف يكشي على الواقع فبصير في أهالي مثلا تجي بتقلنا كرمال الله إنه قلوا له هيك للولاد مش عن يرد عليكم كتير كتير بيحبونا والحمد الله بس يشوفونا تبع الفرحة يعني شي كتير حلو اليوم شو الفعاليات اللي عم تقدموها؟ هلا اليوم في مسرحية للأمانة السورية للتنية هلا أنا من فرقة عم وسعيد نحنا قدمنا عرضين جو حول كنز وفلو الأقزام السبعة ولسه إن شاء الله بآخر يوم في عنا عرض وأكيد كل مسرحية إلى مغزا منوصل عن طريق قصة ونوصل للولاد معلومة إنه لازم يكون هيك شكراني والله يعطيك العافية مرسي كتير لكم مرحبا أهلا إنت اليوم شو مشارك بمسرح الطفل؟ أغاني كورال باب شارعي ومبسوط اليوم بمشاركتك؟ ايه شكراني مرحبا أهلا محمد يوسام زيتو اليوم قدش مبسوط اليوم مشارك بمسرح الطفل؟ مبسوط كتير كتير شو عم بتقدم؟ عم نقدم بغنى بالكورال مع الاستسطاه شو الأغاني اللي عم تقدموها؟ أغاني شعبية وأغاني أيام زمان شكراً لله لك يعني اليوم مسرح الطفل حاضر بفعاليات وعب يزرع البسمة والفرح على وجوه الأطفال وحتى على أهليون نحن رح نتابع فعاليات اليوم لمعرض دمشق الدولي وننتقل لجناح آخر خليكم معنا لقد أصبح النمر الطيب أليس كذلك يا أطال؟ أعيدكم يا أصدقاء الأطال بأن أكون نعمة صاحب نعمة صاحب نعمة صاحب أعيدكم يا أصدقاء الأطال لقد أصبح الأطال نحن مستمرين مشاهدين برصد فعاليات معرض دمشق الدولي يلي بيرمز لعراقة الوطن وأكيد بأكيد على الثقافة والحضارة والتاريخ العريق لسوريا وبالتزامن مع معرض دمشق الدولي دايما بينطلق نصيب دمشق الدولي اللي إله تقوصه الخاصة ويلي بتميز في اليين وأيضا هو بيرمز لاحتفال سنوي يقام بمعرض دمشق الدولي لنتعرف أكثر على انطلاقة اليوم نصيب معرض دمشق الدولي بصرنا يرحب بالسيدة غادة جراشي سعد أوقاتك أهلا وسهلا فيكم خبريني اليوم عن انطلاقة يانصيب معرض دمشق الدولي يلي بيرمز أيضا لاحتفالية سنوية بالتزامن مع المعرض اليانصيب انطلق مع معرض دمشق الدولي وكان هو دائما يدعم المعرض لأنه تعرف المعرض دائما يبدأ يعني مثل ما يقولوا مصاريفة كبيرة فدائما كان اليانصيب هو لدعم نشاط المعرض دمشق الدولي واليوم كيف تتأملوا انطلاق يانصيب دمشق الدولي؟ هلا يعني بشائر خير لأنه الإصدار كله مباع وحضور كبير الحمد لله يعني كل الوضع كتير آمن ومستقر وإن شاء الله بتكون حفلة ممتازة وفل بيربح كيف رح يكون البرنامج؟ رح يكون في حفل فني أيضا مرافقة لليانصيب؟ يعني حفل فني وكمان السحب مباشر على الهواء وبيحيل حفل فنان فارس كرام وفي عنا كمان فنانين من عنا هو جان خليل ووائل فراح العديد من الفنانين السوريين؟ نعم في صبية كمانة معهم نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا اكتبا أهلا أهلا وسهلا أكيد جوف متنوعين عم يكونوا ضمن المعرض مشاهدينا أنا بدي أكيد أتركهم مع مختطفات من انطلاق نصيب معرض دمشق الدولي ديما نكونوا عبر شاشة الإخبارية السورية اللي عم ترصد أهم الفعاليات المرافقة للمعرض من مدينة المعرض فيديو نشق أريش فرزلي موسيقى 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 موسيقى